اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معين محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفير أحبابي في الله المحبة مع مورة واسعة لا تعرف إلى ثلاثة أفصام محبة إجلال وإعلام كمحبة والد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة دين وستحسان كمحبة سائر الناس وجمع صلى الله عليه وسلم أثناء في المحبة في محبته لا حاجة إلى مزيد ذكر أن حبه صلى الله عليه وسلم سبيل من الإيمان لا شك ولا ريب في أنه الهب المتبادل لكن ليس أمر كذلك في محبة عيني أقال صادق المسدوق صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أهبيني من والدي وولده والناس أجمعين إخوتي في الله ألا حبه صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى السعادة كما هي كراهة طريقا إلى الشقاة حينما نتصفو ونتطبع حياة أسحابه صلى الله عليه وسلم الزمينة مثل أبي بكر للصدق رضي الله وأمر من الخطاب رضي الله عنه وأعيده ما نمكن أن نفهم كيف نعبر أنه خبه فضلا عن أنه لا قوة عن حليقة حقيقة حب المرحبة وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما تصعب أطعب غيلت ومع عادة لها قال ما عادة لها إلا أن يهب إلا أن يهبه صلى الله عليه وسلم وقال أنت مع من عبا لا نستطيع أن نخصي مبتتهم زرمدا لأنها فصيحة للغاية ومن محبته اتباعه السنة وإهياء الشريعة وتمنيه نور هياته ويفزل ماله ونفسه دونه أيها الإخوة وذلك رجائنا يوم الحساب فبد كقول صوه بالبتدية يمينا بربي إن قلبي يحبه وذلك رجائه في الممات وفي المهي وفقنا الله لكثار صلاة عليه وزيادة المحبة الآن الوقت ميكون جدا وإلا أخطط مكلامي مع عزية الدعاء السلام عليكم ورحمة الله